الزلزال اللي حصل في تركيا وسوريا يعني كارثة إنسانية كبيرة جدا سبب حالة من الخوف والضعر في العالم كله وكتير قوي من الناس بتدت تسأل يا ترى الزلازل دي ممكن تكون بتحصل ازاي يعني ازاي ممكن نتفديها ازاي ممكن تكون بتحصل او ليه بتحصل هل نقدر نتنبق بيها فعلا كان بقى فيه كلام كتير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي الارض بتستعد للشيء وكلام كده كان غريب جدا لو حصل الزلزال ازاي ممكن ننقذ نفسنا ونخرج منه في سلام دي اسئلة اكيد ده حضرتكم فكرتوا فيها واحنا كمان فكرنا فيها خلينا نجاوب عليها بشكل علمي بسيط مع الدكتور عمر الشراوي الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اللي منورنا دلوقتي في صباح الخير يا مصر اهلا وسهلا بحركة اهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير عليك وعلى مصر جميعا اهلا وسهلا بحضرتك خلينا نقول ان الزلازل يعني بتسبب كوارث انسانية باختلاف درجاتها وبنبقى خايفين جدا خصوصا احنا بنبقى متخيلين ان احنا عارفين هتحصل ازاي او امتى او ليه فخلينا نبتدي كده من بداية ليه زلازل بتحصل يمكن ابتدي كلامي بس باننا نتوجه بخالص التعازي لجميع المتوفين في تركيا وايضا في الشقيقة السورية وندعو الله ايضا لهم بالشفاء العاجل لجميع الجرحة وان شاء الله يكون في قريبا اواء لجميع المتشاردين بالنسبة للزلازل او يمكن لو بدأنا خصيصا من زلزال تركيا وهو يمكن من اكبر الزلازل اللي حصلت في الفترة اللي فاتت بداية من 1975 لم يلاحظ زلزال بهذا القوة يمكن من خلال خبرتنا عارفين في المنطقة ولا في تركيا في المنطقة دي لكن حصل زلازل كتير في هذه المنطقة واحنا من خلال خبرتنا عارفين ان المنطقة نشطة زلزاليا فيه اسباب كتير طبعا تسبب حدوث الزلازل فيه عندنا الحركات ما بين القارات وما بين بعضها يمكن لو بصينا الكوكب الارض بشكل عام هو بدايته يعني كان كوكب ساخن زي اي كوكب ولما برد وابتدى يجزب له الغلاف المائي والغلاف الهوائي اتدت صخور القشرة الارضية تتكون في البداية لكن بطن الارض مازال في حالة سائلة يمكن ده بيتكون سطح الارض عن طريق مجموعة من الالواح كل لوح بيكون يعني بيمس القارة من القارات اللي حين عايشين عليه الزلازل بتحصل على اماكن الكسور اللي موجودة ما بين هذه القارات او فيما يسمى احزيمة الزلازل احزيمة الزلازل ممكن يعني انا شخصيا باعتبرها كما لو كانت مثل الافراد او الاشخاص لانه كل حزيم زلزالي له خصائص مختلفة تماما عن الاحزيمة الاخرى على سبيل المثال في منطقة تركيا يمكن سبب تكون هذا المكان جيولوجيا انه احنا اللوح العربي واللوح الافريقي لما كانوا في فترة من الزمن عبارة عن لوح واحد او قارة واحدة بيتحركوا ناحية الشمال وحصل الفتأ على طول البحر الاحمر وابتدت اللوح العربي يتحرك ناحية الشمال ناحية تركيا وحصل التصادم ما بين اللوح الاوروبي واللوح العربي في المرحلة دي يمكن تركيا بتدت تتكون او يتكون لها صدوع طولها الافق الرأسي كبير جدا يصل لأعماق ما تزيد عن سبعين كيلومتر او ممكن خمس ستين كيلومتر طبعا الطاقة اللي مختزنة على جانبي هذه القرات بيتم شحنها عن طريق اما تيارات الحمل اللي جاء من الصخور اللدنة تحت القرات او العلاقة ما بين كل قرة والتانية بيحدث احيانا عشان الطاقة دي تم تفرغها بتحصل الحركات الزلزلية في اسباب اخرى زي البراكين مثلا ممكن سبب الزلازل في اسباب اخرى زي انه يكون فيه فوالي موجودة داخلية داخل هذه القرات فكل دي حيات ممكن تسبب حدوث زلازل واحنا يمكن بالصفة مستمرة بنحاول نرصد الحيات دي عندنا شبكات زلزلية فيه شبكات او محطات زلزلية موجودة متوزعة على مستوى العالم وبترصد الحركة المستمرة لهذه القرات يمكن ربنا يسلم ويحفظ مصر احنا مش موجودين في الحزام الخاص بالزلازل ولكن احنا اتعرضنا لزلازل كتير يمكن الاقرب للزهن او الاشد من وجهة نظر كتير من المصريين اللي عاشروا فترات قديمة كان زلزال 92 وبالرغم من ده هو لم يكن الاشد في تاريخ الزلازل الموجودة في مصر ولو رجعنا كده لغاية مثلا قرنين من الزمان حنقول ان يمكن سنة 1847 كان يمكن واحد من الزلازل الشديدة جدا اللي خلفت مئات من القتلى والجرحة في مصر وكانت بدايته يمكن جنوب غرب القاهرة وامتد لمسافات كبيرة بعد كده بقى مرينا بسنين كتير من اول بقى طبعا زلزال 1993 وبعد كده 89 وبعد كده زلزال 92 وهو الاشهر برغم ان هو لم يكن الاقوى وبعدها لقينا بقى كتير او يمكن اربع او خمس زلازل مرينا بيها احنا الحمد لله بعيد عن هذه المنطقة ولكن من فترة تانية بيحصل عندنا هزة ارضي بالضبط يمكن طبيعة مصر او موقعها البيغرافي بيميزها ان هي او يمكن ربنا منع علينا ان احنا بعاد شوية عن احزيمة الزلازل ويتميز النشاط الزلزال في مصر انه متوسط يمكن زلزال 92 هو الاشهر نتيجة الدمار اللي خلفه بعده وعدد القتلى وفي اماكن كتيرة بيحصل فيها الزلازل لكن ومنحسش بيها بتكون قوتها كبيرة ولكن منحسش به لانه لم يؤثر او لم يؤدي الى عدد من القتلى او دمار او خسائر في هذه المناطق وعلى سبيل المثال نذكر زلزال خليجي العقبة انه كان اكبر من زلزال 92 ولكن هو لم يشتهر بهذا الشكل لانه كان في منطقة اقرب ما فيهش اماكن سكانية او تدمعات سكانية او صناعية بالضبط كده ويمكن احنا كمان بن تقييمنا للزلازل او تقسيمنا للزلازل من حيث القوة يعني حوالي على مقاسر اختار ممكن تزيد لحد عشرة من واحد الاربعة احنا بنعتبره الى حد ما عادي ممكن لو موجود في حصل في اماكن اقليمية مش داخل مصر ممكن يصل الى درجة الاحساس به فقط يعني لكن لو من اربعة لحد ستة ده ممكن يؤدي الى تكسير بعض المباني او شروخ الزجاج بتاع النوافذ او حاجة زي كده ممكن تكسر عايزة اقطعك يا دابتر اللي بيتحكم في الحجم بتاع الخسائر قوة الزلزال ولا مدته يعني قد يكون الزلزال من واحد لاربعة رختر زي ما حرج بتقول انه هو مش المفروض انه مؤثر قوي ولكن استمر لفترة اطول مما احنا متخيلين قد يؤثر بشكل اكبر من زلزال بقوة اعلى في الرختر ولكن المدة اقل هو القوة بتكون مقترنة بالمدة يعني لو هو زلزال قوي بياخد وقت يعني مجرد ما بيحصل الزلزال او بيكسر المنطقة اللي بيحدث فيها الزلزال بتسمى بقرة الزلزال بيحصل بعدها هزات ارتدادية دي نتجة انه فيه الطاقة اللي كانت مختزنة ابتدت تتحرك داخل بطن الارض عن طريق موجات الموجات دي احنا بنسجيلها و بنحاول منها نعرف قوة الزلزال كان قد ايه الوقت اللي بتاخده من مجرد حدوث الصدع او حدوث الزلزال الى انتهاءه او رجوع الارض للحركة الطبيعية بتاعتها اللي هي بشكل مستمر موجودة ده بنحدد منه المدة و ممكن بنحسب منه ما يسمى قوة الزلزال بناءا على المدة اللي تم او لاستغرقها انه من بدايته لنهايته يعني اكتر من 16 الف قتيل لحصيلة زلزال تركيا و سوريا ربنا يسلم غير الاف العليقين اللي مازالوا يعني تحت الانقاد الى الان احنا متخيلين انه نقدر نتنبأ في المنطقة دي هل هيحصل زلازل في الفترة القادمة هل حتكون بنفس القوة ولا لا هل في مباني ممكن تكون سبتة ووقفة وتقع بلا اي زلزال وتكون تأثرت و احنا مش عارفين وفجأة انهارت في المناطق اللي تعرضت للزلزال هو يمكن موضوع التنبأ ده صعب شوية ان احنا نعرف امتى و ازاي و قوة الزلزال ممكن تحصل ولكن كتوقع لمناطق معينة نتيجة الخبرة بطبيعتها الجيولوجية ممكن نقول انه المنطقة دي قابلة لحدوث الزلازل ونتيجة تكرار عدد من الزلازل اللي ممكن يكون قوتها مش كتيرة احنا بنستخدم كمان هذه المعلومات لعمل ما يسمى بخراجة الشدة الزلزالية الخراجة دي بتمكننا ان احنا نحدد الاماكن اللي المفروض نتحشاها او المباني اللي هتتبني فيها تكون لها طبيعة خاص وده بيساعد كمان ان احنا نطور في كود البناء الزلزالي اللي المفروض وزارة الاسكان بتستخدمه وفيه تعاون ما بيننا وما بين مجلس الوزراء ادارة الازمات انه هذه الاكواد ازاي تطبق حالوزو بتتكلم عن مصر لقل كنت بتكلم على الزلزال خاص بتركيا وسوريا بتكلم عن مباني هناك المباني اللي في تركيا تم بالفعل بقالهم ما يقرب من 10 او 15 سنة بيستخدموا اكواد محدثة ومطابقة لمعايير البناء ولكن الزلزالي الحاصل المرة دي كان قويته تفوق او قويته تفوق المعايير اللي تم بها البناء يمكن لانه ما كانش حد متوقع انه ممكن يكون فيه زلزال بهذه القوة خاصة انه التغير في القوة الزلزال في هذه القيم بتبقى بطريقة اسية فاختلاف واحد ماجنيتيود مثلا من 7 الى 8 بيدي طاقة اكتر بحوالي 10 اضعاف يمكن ربنا يسلم يعني فيه قلق موجود في بعض الولايات الامريكية بخصوصا كاليفونيا ان هي موجودة يعني في منطقة اندياس او الفايلق الخاص باندياس فحاسين انه وارد ان يحصل حاجة بنفس قوة الزلزال تركيا وسوريا اي لم يكن اشد لكن هناك فيه كان استعدادات يمكن في البناء متخيل انه هو كيف يتم الاستعداد لوجود زلزال او التنبؤ بوقع يمكن حصل اكتر من مرة كان وبرضو العالم الهولندي اللي كان طلع من فترة وبيتنبأ بحوالي زلزال كان عمل ايضا تنبؤ بخصوص هذا الفايلق وقال انه المدينة بالكامل لازم يتم اخلقها في غضون فترة قصيرة ولكن عدى الوقت اللي كان مقترح وما حصلش حاجة فهو معروف انه هذا الفايلق نشط في الايام الاوليالة الفاتت من شهر فبراير يمكن حصلت اكتر من 10 زلالزال في المنطقة لانه زلزال نشط يعني تقريبا حتى في مصر هنا احنا بنسجل زلازل بشكل يومي بالطبع لكن قوتها ممكن احنا ساكنا بنقول احنا مش في منطقة نشطة زلزالين احنا كده بشكل او باخر بنتعرض لحاجات مش بغضين بنا الحركة دائما الارض دائما في حركة مستمرة نتيجة الرياح المحيطات البحار كل ده بيسبب ان الحركة دائما وخاصة ان الارض موجودة في مسارات في مسار الكواكب فده ميخل الارض باستمرار فيها احنا بنسميها الشوشرة الارضية او الحركة المعتادة بتاعة الارض فطبعا بيحصل احيانا على الفوالق الصغيرة اللي ممكن ما تكونش ممتدة لعماق كبيرة انه يحصل زلازل قوتها صغيرة جدا واحد اتنين ماجنيتيود ده مش بنها يعني ده احساسنا بيكون ضيف جدا نتيجة انه الموجة اللي طالعة بيتم امتصاصها بالتربة او الصخور المحيطة بمكان حدوث الزلزال وده ما بيكونش له تأثير كبير جدا او تقريبا تأثيره بيكون منعدم على المناطق المحيطة بي اكيد طيب لو قلنا ان احنا بقينا عارفين ان بتحصل زلازل في اماكن مختلفة وبقينا مستعدين حتى وان كان نفسيا ان ده ورد انه يحصل في اي وقت ربنا يبعد عننا يا رب الشر كلنا وقت حدوث الزلزال نعمل ايه ونتعامل الزلزال وقت حدوث الزلزال او لان دي ظاهرة طبيعية لازم يعني الدول تكون مستعدة لها مش بس يكون تصرف فردي ولكن لازم التصرف يكون في منظومة المنظومة يكون مسؤولة عنها الدولة مجموعات الانقاذ السريع ويتم التنسيق مع معظم الوزارات او الهيئات المفروض هي يكون شغلها الشاغل انه ازاي تزيد الوعي عند المواطنين انهما في حالة حدوث كارثة طبيعية ازاي يكون التصرف يمكن جانب الجوانب على الفرد نفسه المفروض يكون عنده فكرة يعني ايه اسعاف اولي يعني ايه انه هو يتعامل في حالة الكارثة الطبيعية ازاي يكون يكون مؤهل لانه مش بس يتدافع وراء الاخبار ولكن يحاول بقدر الامكان انه هو يفهم طبيعة الكارثة الطبيعية في حالة الزلازل ده طبعا هيعتمد على مكان تواجد الشخص فلو هو مثلا موجود فيه بناية فلو هو المفروض لا ميروحش ناحية السلم باي شكل من الاشكال يشوف اقرب مكان امن ليه لو هو في منطقة فيها باب يقف تحت يبعد عن اماكن الابواب او الشبابيك او الازاز يحاول بقدر الامكان ان هو يشوف مكان يكون فيه يعرف يتنفس لو ما فيش اي مكان يقدر ينزل تحت ويكون خشبي او منضضة او اي شيء يبتدي يقرب من اي من زاوية في الغرفة ويحاول بقدر الامكان يعني حاجة تقول نقف تحت باب بالزبط يعني او اي سطح يحميه اي سطح يحميه يكون متى بس السطح يكون برضو يعني ما نقفش تحت دولاب مثلا يعني على سبيل المثال لو هو نايم ما يتحركش من مكان ويحاول بس يغطي وشه باي شيء حيث انه ما يتصابش ويفضل على وضعه الى ان تتاهي الهزة لو هو مثلا في سيارة والمكان مفتوح يحاول يبعد على اماكن اللي تكون فيها او هو بنظرته شايف انه فيها تكسير او دمار شديد يوقف سيارته بشكل هادي جدا ويبتدي ينزل منها ويتحرك يشوف اأمل مكان يبعد عن اماكن الاشجار يبعد عن البنايات يبعد عن الاماكن اللي فيها اسلاك ضغط عالي كهرباء او اي شيء من هذا القبيل لو انت خارج بناية تعامل عكس ما تتعامل داخل البناية لو انت داخل بناية شوف اقرب سطح مستوي ووقف تحته لكن لو في الخارج شوف اقرب سطح مستوي ووقف بعيد عنه بالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء باستمرار عندنا في المعاد بنطلع ارشادات ازاي اي مواطن يقدر يتعامل في حالة حدوث الزلزال في كل الحالات المختلفة سواء هو موجود في المنزل او في العمل او في اي مكان اخر ويمكن من احد الحاجات اللي هي تعتبر دلوقتي بتستخدمه بشكل قوي ان احنا بنحدث كود البناء الزلزالي اللي هو في معظم المدن الجديدة بتم تطبيقه دلوقتي بحيث انه لو حصلت اي وان كان لنا خبرة كبيرة من ساعة بناء السد العالي يعني حصل الزل كبير في الوقت السابق وكان يمكن بقوة اربعة ونص او خمسة رختر ولكن لان السد بيتحمل الزلازل غاية تمانية رختر فالحمد لله ربنا سلمه كان يعني مرشونا القومي يمكن السدود بشكل خاص بيتم بناءها بطريقة معينة بعد دراسة مستفيدة من ناحية الجيفيزيائية والزلزالية للمنطقة اللي هيتم الدراسة عليها ومدى تحمله مع السين وبيتعمله زي شبكة رص زلزالي بتكون مستمرة لمتابعته وإيه اللي ممكن يتم فيه ولو فيه شيء محتاج مع الوقت ترميم أو أي شيء بيتم في أسرع وقت زلزال تركيا فيه تساؤلات كتير موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالناس اللي بتتابع كده بتسأل ده ممكن يأثر على الخليج العربي ده ممكن يأثر داروا علاقة بالصدع اللي موجود في البحر الميت هل فيه أي حاجة ممكن توصل بشكل أو بآخر في خارج النطقة اللي كان موجود في زلزال المنطقة اللي حصل عليها الزلزال بتسمى الصدع الشرقي لأناتوليا أو لتركيا هذه المنطقة بتمتد في الاتجاه الشمال الشرقي على طول 200 كيلومتر بدايتها من ناحية الجنوب الغربي فيه التقاء سلاسة ألواح احنا بنسميها تريبل جانجشن أو نقطة التقاء سلاسة ألواح قرية أو ألواح تكتونية فيه اللوح العربي اللوح الأفريقي وأيضاً اللوح تركيا على نهايتها من ناحية الشمال الشرقي فيه عندنا التقاءها مع الصدع الكبير أو ألاسل إلى عمق القارة اللي هو شمال أناطوليا وفيه نقطة التقاء مع جبال زاجروس يمكن البحر الميت هو متصل اتصال وسيق بالمكان اللي حصل عليه الزلزال ده وسبب كمان حدوث بعض الزلزال اللي هي تعتبر توابع يمكن قيمتها حوالي أربعة ماجنيتيود تمت اليومين اللي فاتوا ولكن هي غير محسوسة مازالة أربعة تعتبر في نطاق اللي هي الزلازل المعتاد تسجيلها في هذه المنطقة ننظراً لأنه هي نشطة ولما احنا بنبص للخرائط اللي بنعملها بنشوف أنه هذه الأماكن التهشيم فيها مركز على طول هذه الفوالق ولكن مش بيمتد مساحات واسعة فأماكن حدوث الزلازل بالقوة ديت يعني مش رح نقول أنه متوقع ولكن طبيعي نتيجة الطاقة المختزنة لتحرك القرارات بالنسبة لبعضها في هذه الأماكن طيب حركة تقول يعني لو احنا موجودين في أماكن نبعد عن السلالم العقل البشري كده ونفس البشرية دايماً بتقول أنك لو موجود في المكان وحتى لو حاسس أن الدور قريب أخرج من المكان المقفول وروح في المكان المفتوح ده طبعاً أكيد نبعد تماماً عن استخدام الأسانسور أو أي حاجة مقفولة يعني علينا ممكن تغلق علينا وتقع لكن هنا احنا مش حنطير لازم حنستخدم السلامة هل ده فكر خاطئ ولازم نفضل موجودين في المكان المقفول ولا نشدحلنا بسرعة ونجري على السلم ولا التدافع ده ممكن يعمل مشكلة أكبر يعني الواحد يبقى فعلاً حيران يتصرف إزاي هو بالطبع فكر خاطئ ويمكن من خلال حضراتكم إحنا نتمنى أنه يكون فيه تكسيف لازدياد الوعي لدى المواطنين بهذه الكوارس الطبيعية وإزاي ممكن إنسان يتعامل فيها يمكن كمان التدافع أثبتت الدراسات في الفترة الأخيرة يمكن بنسبة 90% من الدراسات التي تمت أثبتت أنه معظم الوفيات تمت نتيجة تدافع الناس والتصرف الخاطئ في حالة حدوث الكوارس وعشان كده إحنا بنحاول بقدرة أو آخر أنه نوعي كل ما يكون نوعي الناس من خلال برامج حضرتكم من خلال يمكن هنبتدي كمان ندعو من خلال حضرتكم وموزار التربية والتعليم وموزار التعليم العالي أنه يكون فيه مواد خصيصة تدرس للطلاب من بداية المراحل الابتدائية والإعدادية أنه هم يعرفوا إزاي يكون عنده ثقافة التعامل في حالة الكارسة الطبيعية وإنه هو إزاي يكون عنده من المعلومات اللي تقدر تخليه مش بس يحافظ على نفسه ولكن يحافظ على المجموعة اللي هو موجودة معاه في نفس المكان وإزاي يتعامل في مثل هذه الكارسة مش بس زلازل ولكن أي كارسة طبيعية ما يكونش الإنسان قدرة في التحكم فيها ما نبقاش عارفيني دكتور فيه أجهزة بالفعل حديثة تقدر تقولنا أو تقدر تتنبأ بوقوع الزلازل ولا لا إحنا شفنا على موقع التواصل الاجتماعي وشفنا على كتير من الموقع الصحفية أحد العلماء الهولنديين كان بيتنبأ بوقوع الزلازل في الفترة قادمة كتابع من توابع الزلازل تركيا فيه ثلاث دول بعيدة عن المنطقة العربية ربنا يسلم ولكن متوقع مش عارفة بقى هل الدول بتاخد الكلام ده بمحمل الجد ولا لا هل أصلا التوقعات دي قائمة على حسابات ولا توقعات يعني مطلقة كده بلا أساس ولا فيه أجهزة فعلا ممكن تتنبأ بالأماكن موضوع التنبأ بشكل عام عن أي ظاهرة طبيعية يكاد يكون مستحيل إن لم يكن مستحيل ولكن اللي بنحاول نعمله نتيجة تكرار حدوث بعض الزلازل في أماكن معينة ممكن أو ندرس طبيعة المنطقة بنقول إنه المنطقة دي نشطة زلزليا ومتوقع يحصل فيها زلزال بنكون على دراية إنه فيه يعني تفاعل ما بين هذه الصخور أو الأماكن الموجودة بنبقى لكن القوة المختزنة أو الطاقة المختزنة على جانبي هذه الأماكن غير محددة غير معروفة يمكن بتتم بشكل دوري معروف إنه المكان ده نشط طريق التفاعل الصخور اللي موجودة بالأسفل مع اللي فوق أو الصخور اللي لدينا اللي تحت معاها بيتم شحن هذه الأماكن بكميات كبيرة جدا من الطاقة وما بيكونش فيه سبيل آخر إنه القرارات دي تتنفس أو تطلع الطاقة دي اللي عن طريق حدوث الزلازل ويمكن دي ميزة يعني حاجة من أحد مميزات حدوث الزلازل إنه تنفس الأرض ده بيرجعها الحالة من الهدوء التام إنه هي تبتدي ترجع لطبيعتها تاني موضوع التنبؤ ويمكن اللي يتكلم في تفضليها ميزة من حدوث الزلازل؟ طبعاً يعني فيه مميزات لحدوث الزلازل؟ أكيد اللي هي؟ مميزات حدوث الزلازل أولاً إنه الطاقة المختزنة في بطن الأرض دي بتبتدي تطلع على سطح الأرض في أماكن نتيجة حدوث الزلازل أو نتيجة التفاعل ما بين الطبقات السفلة والطبقات العليا بيبتدي يحصل ما يسمى الكسور أو الفتء في الأرض فتبتدي فيه طاقة تطلع الطاقة دي بتبقى مختزنة على مسافات قريبة ممكن يتم استخدامها على سبيل المثال في الجيوسيرما الإنرجي أو الطاقة اللي يقدروا يولدهم إنها كهرباء بس لكن دي بتحتاج تقدم في الطرق المستخدمة ممكن الموجات بتاعة الزلازل نحن نستخدمها دي بنقدر نستخدمها أن نعمل تصوير سلاس الأبعاد للأرض فنقدر نعرف أماكن تواجد الغاز أماكن تواجد البترول أماكن طبيعية طبعا الزكاة الاصطناعية حل كل ده من غير ما يبقى فيه زلازل ومن غير ما يبقى فيه جرحة ومن غير ما يبقى فيه ضخايا ربنا يسلم الموضوع بقى أسهل بكتير هو الزكاة الاصطناعية وجد لأنه فيه معلومات قائمة وهو يبتدى الكمبيوتر أو الجهاز المستخدم أنه بناء على يمكن العنصر الأساس في الزكاة الاصطناعية أنه عنده باستمرار قاعدة بيانات بيتم تغذيتها بكل ما هو جديد فما يجي الشخص العادي يتعامل معاه فبيطلع له نتيجة فبتكون مبهرة فطبعا لكن القصة كلها قائمة على التراكمات وتراكم معلومات وربط بينها هي قائمة على أنه آه يعني فيه طرق جديدة بتستخدم وفيه لازم يكون فيه بيانات باستمرار بيتم تغذيتها للسيرفر أو قاعدة البيانات المستخدمة فيها بالنسبة لموضوع الزلازل فنستخدم الموجات ديات أن احنا نصور تصوير سلاس الأبعاد زي ما بيحصل مثلا في الطب لما حركت بتعملي صورة للجسم سلاسية الأبعاد احنا بنستبدل بقى الـ X-ray اللي بتستخدم في الطب بموجات الزلازل وبنقدر نطلع صورة سلاسية الأبعاد ممكن تصل لعمق حوالي 300-400 كيلومتر تحت سطح الأرض فبنقدر نشوف بالضبط إيه اللي حاصل وإزاي ممكن التفاعل ما بين هذه الطبقات وبعضها يقدر حتى نفهم تاريخ الجيولوجي للمكان وإزاي يتكون وهل ممكن مع الوقت يكون نتيجة صغر السمك بتاع القرى اللي احنا عاشينا عليه هل فيه ممكن تأثير لحركات بعد كده هتتم أو لا فكرة أن زمان كانت الناس مش هنقول بتتنبأ لكن بتبقى حاسة أن في حاجة هتحصل من مرأبتها لحيوانات الطبيعة ولاتجاهات الطيور وللطيار الطيور معقولة الذكاء الاصطناعي إلى الآن لم يساعدنا يعني أنا عارفة نصيني بدأت بالفعل تشتغل على جيل رابع وجيل مختلف دفعة مختلفة من الأقمار الصناعية الخاصة بالمرأبة بتاعة التقالبات الجوية وبطن الأرض عشان تقدر تقول بعد الززال بتاع تركيا وسوريا إيه اللي ممكن يحصل فيه الفترة القادمة يعني يمكن هأكد مرة تانية أنه مهما وصل العلم من تقدم موضوع التنبؤ بأي ظاهرة طبيعية تكاد تكون مستحيلة ولكن آه في بعض الدلائل ممكن بعض الحيوانات الأليفة بتحس بالشيء قبل حدوثه فيه لكن في غضون ثواني يعني أقل من دقائق الموضوع صعب جدا أنه لو ما كانتش الدولة عندها المنظومة الكاملة أنها إزاي تتصرف في حالة حدوث الكرسة الطبيعية هيبقى صعب جدا أنه إحنا نجابه هذه أو الدمار اللي ممكن تسببه هذه الكوارس أكيد إحنا سعداء بوجود حضرتك شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا للمعلومات اللي قد تهلنا توعية يعني ربنا يبعد عننا أي زلازل ممكن تتصرف فيها إزاي شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور عمر الشرقاوي الأستاذ بالمعهد القومي لبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شكرا جزيلا لك مشاهدين يا ربنا يسلم ويحفظ كل الناس إحنا عارفين أن الكوارس الطبيعية وارد جدا تحصل لكن التدخل الإنساني والعامل البشري بيفرق جدا وعشان كده شوفنا مع بعض خمس طائرات محملة خمس طائرات مصرية محملة بالمواد الإعاشية والمواد الطبية والإغاتية اتجهت نحية المنطقة المنكوبة سواء كانت لسوريا الشقيقة أو لتركيا لأن إحنا في مصر موقفنا دايما واضح إحنا مش بنفرق في الكوارث الإنسانية بين العرق ولا لون ولا النوع أو الجنسية المتأثر إحنا بنفرق معنا الإنسانية